زيارة تفقدية قام بها معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي في هذا الشهر الفضيل حيث التقى بعدد كبير من المرابطين على الحد الجنوبي بمنطقة نجران في هذه الساعة قبل الإفطار وبمروري على مواقع حرس الحدود على الحد في منطقة نجران سعيد كل السعادة أن أكون بينهم وبمشيئة الله بعد قليل سأكون بين زملائي في منطقة على الحد مباشرة للإفطار معهم مع الدوريات المتواجدة هناك والذين يخذون شرف الدفاع عن هذا الوطن في نفس الوقت أنا أنقل رسالة حملني إياها سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لأبنائه رجال حرس الحدود وأبلغهم تحياته واعتزازه بما يقوم به رجال حرس الحدود لحماية الوطن سواء الحماية الدفاعية أو الحماية من الآفات والتهريب والتسلل ويحمل الفريق البلوي رسالة حب ووفاء من ولي العهد الأمير محمد بن نايف للجنود المرابطين الذين التقاهم خلال جولته على عدد من النقاط الرقابية والمراكز التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران تحدثت مع سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف حملني أن أقول لكم تحياته وتقديره واعتزازه فيكم وبرجال حرس الحدود عامة هذه كانت الجولة التفقدية التي قام بها معالي مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي هنا في الحد الجنوبي وتناول الإفطار مع المرابطين وزار عدد من المراكز والنقاط الرقابية عبدالله الشماخ الإخبارية نجران